مرحبا بكم وتتبعينا الأوفياء معكم المعلم زهير كنتمنى من الله تكونوا بألف خير القناة اللي معنا اليوم في الدعم فهي قناة ساميرا بن عيسى لتعليم أنواع الخياطة كنتمنى منكم تزوروا القناة ديال الأخت ساميرا وتشاهدوا الفيديوهات وتدعموها بجيم وبالبارتاج وبالاشتراك في القناة باش تجعوا الأخت على الاستمرارية وعلى بدل المجهودات أكتر وبالتوفيق إن شاء الله للجميع سنمروا الخدمة ديالنا كما تشاهدوا في الصورة أمامكم موديل جلبة تحت الطالب الرندا بالألوان على شكل أسهم يعني مدرجين إن شاء الله سنقوم بأنواعكم التطبيق ديال هذا الموديل كنحتاجوا كما تشوفوا الألوان ديال الحرير هذا اللون ديال تو اللي سنخدم به البداية ديال الرندا ونحتاجوا ثلاثة الألوان متناسقة مع اللون توب اللي غادي ندخلوا معاه أنا درت هذا اللون يعني الغوزان ديال مغلوق حاطي اللون بوردو والبيستاج ودرت هذا اللون الكاشيري مع هذا اللون يعني ديال الغوز ديال توب نحتاجوا الإيبر النمرة السبعة كما تشوفوا أنا قلبت نسطوق ديالي يعني ونبلته هذا سنبدأ الخدمة ديالنا على بركة الله سنخدم الثلاثة ديالنا اللي سنبدأ بها سنبدأ بسم الله هنتم مع أول يعني حاجة غادي ندير هي هاد السريفة هنا سنعقدها في هذا الجانب سنخدم الخيط تجاه ديال التحت سنخدم الجهة المقابلة سنقوم بتقاربين مفروقين بغرزة واحدة لأن الموديل هابط بغرزة واحدة يعني تحت نسطوق أو اللي سنقوم بتقارب أكثر ممكن تخدم السلطة تحت نسطوق هي الأولى قعد الدخل بالغرازي يعني البداية ديال نسطوق سنقوم بتقارب الغراز يعني من الجوانب بجوش تنوصل العدد اللي سنحتاج كيف سنبدأ الخدمة ديالي هذه حاجة معروفة الزيادة يعني من الجهتين في نسطوق بحال هكا سنقوم بتقارب يعني نفس الشيء طالع هابط يعني مع الخدمة وكنزيد الغراز من جوش الجهات تكنوصل للعدد اللي محتاج نحن نتوقع خمسة دقات في التوب من الجهتين وكنزيد عندي العدد ديال تسعود ديال الغراز يعني وانا هابط نحسب تسعود الغراز من جوش الجهتين امتح الغراز الغراز نحن نعمل الغراز ثاني 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 الغراز نعمل ثلاثة الغراز لانا امتح سنقوم بالخدمة نعمل ثاني 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 وفي نصف الوقت نعمل الغراز نقوم بإضافة دقة في التوب نقوم بإضافة الزيادة سوف نقوم بإضافة الغراز نقوم بإضافة حتى النهاية كما ترغبون ان ترجعوا الفراء سوف نقوم بإضافة الزيادة بعد سنقوم بالإضافة سوف نقوم بإضافة القنع ثم قم بإضافة الزيادة السفراء القنع على صفحة ما سوف نقوم بإضافة هندير دباء الدقة نفس الشيء في التوب ونخدم الزيادة نفس الشيء وهذه نطلعها وتاني كنخدم هاد الغراز تاني هاية ونرجع نهبط معهم في الخدمة لماذا طلعت وهبط هذا العدد الاسطور كي نكون ثلاثة الغراز يعني عندي هنا يا الفوق فين فتحت هاد الدرجة اللي كان نخدم يعني اذا بنقول لكم علاش من بعد فاش نوصلوا يعني الى هاد النقطة باش تفهموا هنتو ماذا با من بعد هنا يا ما كونت ثلاثة الغراز كما كتشوفوا هنا يا الفوق ثلاثة العوينات كنحبس الخدمة يعني ما كان بقاش نرجع لهذه الجهة الفوق لاحظو زيان شو عادي ندير غدي نبدأ الغرزة ديال الزيادة عادي هنخدم الغرزة الثانية هنخدم الغرزة الثالثة لاحظو زيان خليت هنا يا ثلاثة ذيال العوينات يعني الانخدم من بعد وخدمت ثلاثة التحت يعني عندي في المجموع كنت خدمت ثلاثة بهذه اللي خدمت الزيادة وبقاو ثلاثة يعني نخليهم ما نخدمهمش هنهبط في هذا السطر عادي كنخدم احتى الغرزة ديال الزيادة كما كتشوفوه هنخدم ثلاثة الغرزة هنا خدمت غرزة واحدة وهنحبس ذاب الزيادة ديالي وهذه ننتقل الجهة الفوقانية نخدم نفس الشيء هننقذ هنا ثلاثة ديال العوينات ديال الغرزات في الواسط هنخدم عادي هاد الغرز اللي عندي هنا الفوق هنتو مدى باد هذه السريفة يعني غيباش بدنا الخدمة في الواسط يعني عادي خدمنا الغرزة فوق منها والغرزة الثانية وهذه الغرزة الثالثة ديال الزيادة هنفهمنا دابا غادي ندير الدقة في التوب هنحاول ما امكن نقارب يعني الدقات ديال التوب ونديرهم صغارين يأتي نفس الأعبار ونفس المسافة كنخدم الزيادة ديالي عادي هننرجع وثاني كنخدم هاد الغرز هذه الغرزة الثالثة دابا هذه الغرزة الرابعة يعني إذا بزدنا وحدة كانوا ثلاثة هما رجعوا أربعة الغرز لابا نرجع وثاني فيهم في الخدمة نفس الشيء وثاني نطلع عفوا نهبط ونرجع نطلع ثاني باش نكون ثلاثة ديال الغرز كما درت التحتها فاشدرت ذاك الدريجة هنكمل الخدمة عادي يعني كالخدم الزيادة ديالي كما خدمت التحت شتو دابا ديالرزة يعني في هذه الغرزة كاملة نصدر الآخير نخدم الغرزة ديالرزة 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 نفس الشيء نخدم كذلك هنا الزيادة ديالرزة 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 ونبقاها بطعو تاني مع هذه الغرزة كاملتان كنخدمها لكي نكون ثلاثة ديالرزة اللي عندي في الجانب هنا كما درت للتحت لأن الخدمة ديالرزة على شكل مستطيلات غادي يأتي ومتداخلين بيناتهم في الخدمة يعني لا يأتي على شكل ضام يعني يأتي الحروف ذيالرزة زاوية قائمة لا يأتي متداخلين كما تشاهدون في الموديل للصورة كما تشاهدون هنا سنخدم الزيادة لاحظوا ماذا سنفعل هنا من خدمة الزيادة سنفعل الزيادة الزيادة للتوب ولكن لا سنزيد هنا الزيادة هنا سنحبس الزيادة للفوق الزيادة 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 س Mitchell لا لحظوا سر الزيادة 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 يجب لدي الزيادة QuTalk mu نرجع في هذه الثلاثة اللي خدمت هنا يا الفوق نرجع فيهم في الخدمة سيبقى عندي ثلاثة لأن ما عنديش زيادة دابا هنا سنحبس الخدمة ديالي لأنني سافي درت الاساس ديال الخدمة و ديال الموضي ديالي سيطلع نفس يعني العبار ديال الصورة سيأتي ثلاثة 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 يعني في كل ضيلع في كل الساطر سيأتي ثلاثة ديال الغراز يعني المجموع ديالهم خمستاش الغرزة والطول ديال المستطيل سيأتي في خمسة ديال الغراز كما تشوفون بعد ما قلبتنا التوب ديالي بحلاك كون ببرتو دابا هادي نكمل هنا يا الخدمة كما تشوفون بعد ما قلبتنا التوب هنا وحبست الزيادة لأنني سوف نخدم هذا الصورة كما تكون كذلك ثلاثة الغراز يعني لدك الدريجة وكون بقيت كنزيد يعني غايت زادتي العرض ديال نستوق ديالي وغادي نصدق يعني في عرض اكبر وفرشماء يعني اكبر ولهذا حبست الزيادة باش نكمل هنا يا يعني هاد الدلع البداية ديال الدلع ديال المستطيل وفي نفس الوقت ما عنديش الزيادة ديال الغراز يعني ها نبقى محافظ على المستطيل في كل جانب مع التوب هادي يجيو عنده ثلاثة ديال الغراز ديال الارتفاع وخمسة ديال الطول تفاهمنا؟ يعني العرض ثلاثة الغراز نقرر ثلاثة الغراز كما قدرت في الواسطة الستوق وفي الدرجة الاولى وهذا الدرجة الثانية كما تشوفوا ثلاثة الغراز هنا وثلاثة الغراز هنا في الهبطة فين كان هبط دابا كان نخدم تفاهمنا؟ هذا الشيء لماذا حبست الزيادة انا وقلبته بعد كملت الخدمة ديالي لان كون كملت كندير الزيادة تنوصل لهذه الثلاثة الغراز في هذه الدرجة يعني ستزاد لي العبار ديال نستوق ديالي سيأتي مختلف على الموديل ديال الصورة هنا ندفن الخيط عادي هنا نكمل الخدمة نفس الشيء اللي درنا تحت يعني لدينا ثلاثة الغراز كما تشوفوا ديال العرض اللي سيبقى لنا في جانب التوب ديال المستطيل ديالنا يعني هذا الشيء ما زلتش هنا يا الغرزة كنزتها يقول له عندي اربعة ديال الغراز يعني المستطيل سيأتي عنده اربعة الغراز في الجانب واللي تحت سيأتي عنده ثلاثة ولهذا حبست الزيادة الفوق قبل الملتحت يعني باش نحافظ على ثلاثة الغراز اللي غنمشي بيهم كعرض للمستطيلات ديالي طبعا نكمل نحافظ على ثلاثة الغراز هابط تنكون ثلاثة الغراز يعني في كل ضلع ديال هاد الدريجة اللي كندير يعني انا نعطيكم هاد تقنية وهاد طريقة ابسط ما يكون يعني اي مؤخت مبتدئة كتعرف تخدم الحسيرة ممكن تخدم هاد الموديل يعني بدون تعقيدات بدون صعوبات دبعا نكمل ثلاثة ديال الغراز ديالي ثلاثة العوينات هنا اشتو بحال هكا نكمل الخدمة هاد الغرزة يعني ما جاتش مشدودة هي هذه هنفسخها باش نعاودها اشتو بحال هكا دبعا نكمل الخدمة ديالي عادي فشل نوصل الى هنا لجيس التوب غادي ندفن الخيط في التوب مازال غا نحتاجوه من بعد في الخدمة هذا الخيوط اللي درنا دبعا انتوما كتبدا يعني كتتخدموا هذا الموديل بحال هكا كتتخدموه يعني على شكل اسهم اشتو انا غادي نخدموه لكم بهذه الطريقة يعني من التحت الفوق من التحت الفوق وانخدمو كل اسطر من البداية تنهاية دياله عند فتحات العنق انوقفوه ونمشيو للسطر الموالي وكذلك السطر اللي مبعدو تنسى لي ونستوقدينا ونجمعوه في الاخير لابا تبعوا معايا الفيديو باش تفهموا التقنية والطريقة وان شاء الله ما تلقاوه تشي اشكال او صعوبة من بعد في هذا الموديل بهذا الشكل ناخد الحرير يعني اللي سنبدأ به يعني ندير تدريج ديالالوان يعني فراسي سنبدأ بهذا اللون المغلوق كما كتشوفو هنا حبس سنبدأ عادي سنبدأ ثلاثة الغراز اللي عندي هنا كدلع للمستطيل كنجبد هاد الخيط اللي دفنت من بعد ما كنربط يعني الغرزة كدلع كنمشي بحال هكا مع الجانب ديالالسطق ديالنا كنخدمو مستطيلات بحال هكا بالالوان اسمحوا لي ياه يعني التعقد يعني كنت لقوه باش منعوت نبدأ بفتلع ثاني جديدة هانتو ماذا بك نكمل الخدمة ديالي عادي وشوفو الخدمة اللي لاسقى فيها يعني هاد اللون المغاير يعني لكل نظر ان هذا الدريجة هادك تعتبر كأنه مستطيل ما كاملش في طول دياله يعني عنده في طول دياله ثلاثة ديال الغراز ولهذا فاشغان نجي ونخدمو يعني السطر الموالي نخدمو ثلاثة الغراز وغنزيدو نشاركو جوج الغراز يعني في المستطيل اللي احدا على شيء نقول لكم الخدمة ستجي دريجات متراكبة يعني مركبة يعني مستطيل فوق مستطيل ومستفين متساويين يعني هم تخالفين في التركاب ديالهم بعد ما نكمل هنا كما تشوفوا خمسة ديال الدقات في التوب يعني نطلع خمسة ديال الأسطور طالع هابط كيف نصل لعدد ديال الخمسة ندفن الخيط عادي وناخد اللون يعني الثاني اللي غادي يكمل به الخدمة ونفس الشيء اللي درت عندما عادي كنمشي كنخدم المستطيل الموالي بنفس طريقة لأن كما قلت لكم العرض ثلاثات الغراز طول خمسات الغراز بكل بساطة وبكل سهولة سنبقى وغادي يعني مع هات السطر تنهاية وغنفيني والخيط ديالنا لأننا سنكون خدمنا بها ويبقى الخيط الأخير لكي سنكون نخدمه وندفنه عند الفتحات العنق عادي يعني سنبدأ بتدرجة الألوان التي ستجعله هنا لون التوب ضروري نفرق بها ثلاثة الألوان سنمر الخطوة الموالية نبدأ بنفس التدريج للألوان نبدأ الخدمة نلاحظوا هنا نبدأ من التحت كما قلت جهة التوب نبدأ هنا في أول غرزة نشد هنا الغرزة في الجانب نكمل الغرزة الثانية كذلك الغرزة الثالثة ماذا؟ سنبدأ خمسة الغرزة يعني هنا خمسة تشاهد هنا ثلاثة الغرز التي هنا سنبدأ خاصة الغرز في هذا المستطير سنبدأ في نفس اللون المستطير الذي خدمنا سابقا لكي يتم الارتباط بين نفس اللون لكي يعطي شكل سهم مدرج كما ترى نكمل الخدمة عادة كما ترى هنا آخر غرزة هنا في اللون يعني الفاتح الذي نخدمه من الثالث الذي نخدمه الخدمة يعني كما ترى لا ترى نصل هنا بالمستطير ونوقفه يعني هنا مستطير سيأتي داخل هذا المستطير مشروك بيناته يعني لاحظوا معي مزيان هنا هنا من بعد ما كملت ثلاثة طلعات والهبطات انا ندخل في نفس اللون ندخل الغرزة الرابعة يعني اذا نطلع الغرزة ونهبط معهم في الخدمة كذلك نخدم السطر يعني الغرزة وهو خمسة الغرزة بقي لي السطر يعني الخدمة بنفس اللون هنكمله عادي هنطلع بحلاكة تل آخر ونرجع نهبط النقطة بحل البداية اللي بديت في الأول هنطلع ولكن واحدة مهمة يعني تبعوا معي مزيان باش تفهموها وباش ما تديروش يعني شي خطأ ويعني وتضيعوا الجمالية والشكل دي الموديل دينا لاحظوا معي هذا باضي ناخد اللون الكاشيري يعني باش نكمل الخدمة نفس الترتيب اللي سبق هنطلع هنا كنبدأ الخدمة ديالي عادي يعني كندير السريفة ديال الفتلة ديالي هنا في البداية وفي نفس الوقت كندفن هاد الخيط اللي ساليت به في نفس اللون ديالو هاد الشي اللي بغيت نقول لكم يعني فاش غادي نخرجوا من اللون ديال الخيط اللي كيتدفن فوق منه ما يبقاش كندفنو الخيط يعني مع الالوان المغايرة اللي غادي منتحت منه لابا تبعوا معي مزيان باش تفهمو شنو كنقول لكم من بعد مادي نخدم هاد السطر الأول هنخدم كذلك الغرزة الثانية اللي غادي ندفن فيها الخيط تهي رابقي عدنا نفس اللون للخيط يعني غادي هاد السطر هاد السطر يعني ما ندفنوش من بعد في البدايات المستطيل اللي في اللون القاشيري هاد السطر هذا مهم لابا تغلطوش و تدفنو الخيط يعني متحت الالوان بالالوان و يجيو ذك الشعرات ديالهم بايننا فوجة الخدمة و لا يجيوش يعني الالوان مندامجين يعني اللون اللي غادي كسهم ما يجيوش مندامج بيناتهم غادي الخيط المغاير في القسم بيناتهم هنا نفس الشيء ندفن الخيط لانها الغرزة الثالثة اللي بقات اللي في المستطيل ديال نفس اللون كما كتشوفو من بعد نرد الخيط للور يعني ديال الخدمة و ما ننشدش ما ندفنوش يعني من تحت هذه الغرزة الموالية اللي غادي نخدم ديال نهبط هنا عادي نكمل هذا السطر يعني الثالث ديال يبقى يجوش يعني يعني يجوش نطلع و نهبط فيهم و يجوش دقات في المستطيل الكاشيري اللي تحت ولهذا ما ندخل جدا يجوش اللون نرد هذا اللون يعني الخدمة باش باش نجمع بين نفس اللون و ما يجيني شي حاجة شي لون مو غاير دايز بيناتهم اشتو كأننا نخدمنا بالطريقة اللي تعرفوا يعني المعقدة اللي صعيبة اللي خدموا بها الأخوات مقبل كما كنتشوف غنسالي الثالثاني تلفتها العنق كذلك غنفيني يعني 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 غنسالي بحردة بهكا عندما وصلت لهذا اللون سنجبت نفس الخيط و نكمل به الخدمة ديالي هنا كما تشوفو قدرت نفس الطريقة خدمت الجيهة الفوقانية كما قدرت بديت يعني التقاف التوب السريفة و قدت كان خدم يعني الخدمة ديالي كما درت هنا سنجبت نفس الشيء فهذا الغرزة الأولى يعني العوين الغرزة الأولى سنجب السريفة سنجد هنا كذلك الغرزة الأولى سنجب عادي الغرزة الثانية الغرزة الثالثة سنجب مصط عادي كما كنت سنجب مصط معكم إذ تحت الغرز الغرز نحن نقوم بتقديم الثقة ونكمل الخدمة بالمستطيل نكون الطول خمسة الغراز كما خدمنا سابقا ونستمر بنفس الألوان من الآخر نقوم بتقديم الثقة أشياء بعد ذلك نحن نقوم بتقديم الثقة ونحن نقوم بتقديم الثقة الثقة البسطلة ونستمر بها هنا سوف نعمل بهذا اللون الكاشيري وكما قدرت معكم من تحت سوف نعمل ونتفن الخيط الذي سبق مع اللون المستطيل ولكن سوف نصل لنفس اللون الكاشيري لا نعمل نعمل بيناتهم بيناتهم لون موحد يعني أباين في الشوفة هنكمل بحركة كندفن داب الخيط لأنه باقي نفس اللون مع المستطيل اللي كندير فيه دقات هذي حاجة مهمة يعني شتو كنركز عليها بزاف خدمتها معكم الى تحت وكن خدمتها معكم هنا الفوق باش ما تفاجأني شيء أخت وتطبق بنفس التقنية ونفس الطريقة ودفن الخيط بين لون موحد ويجي لون مغاير كيبان بيناتهم ولهذا يعني هاتش كنقول لكم ركزوا وتبعوا في الفيديو الشرح ويعني والنصائح باش ما توقعوش شي حاجة من بعد وتخدموا خدمة نقية وموتها الدقة والإتقان عندما هكا سهلا يعني تمشوا بخطة واحد كتخدموا غير المستطيلات تل آخير ونحن نستقل لأننا في الواسط كنجمعوه نفس الشيء نفس الطريقة اللي خدمنا سابقا كنت هنا يعني ما كان قشن دفن ذلك الخيط باش يجيني نفس اللون بين هاتش مستطيلات اللي كان شرك بناتهم يعني في الخدمة مستطيلات سوف نكمل الخدمة عادي حتى تكونوا بين الألوان بحال هكا حاولوا الخيط يعني ما تنساوش ودفنوه شو ده باقي لي يعني اه طلعة وهبطة واحدة هنا باش غادي ناخد اللون أخضر يعني ونبدأ به أو تاني نفس المستطيل ونخدموه نفس الشيء ونكملو باللون ديال البياسة كذلك ومثال وهكذا نكونو يعني ذاك الزواقة ديالنا بطريقة عادية وبسيطة اشتوه؟ هنكملو دابا باللون مغاير ناخد الأخضر كما تشوفوا دابا ربحا للوقت لان وقت الفيديو ما كيسمحش باش نزيد نطولوه أكثر هنتو ما دابا هنا وصلت يعني الواسط هنتو هنا كنت درت السريفة ونقذت بها كنشد في ذاك العوينة فوق السريفة يعني السريفة براسها كنشدها كدقة ديال هنتو بحال هكا نخدم الغرزة الأولى كذلك الغرزة الثانية كذلك الغرزة الثالثة ستو دابا هنخدم هنا هاد الغرزة عادي ونخدم ثلاثة بالغرز ثلاثة بالغرز ونقوم بحال هكا حتى نكون خمسة ديال الدقات يعني اللي سنقوم بجنب الخدمة بهذا اللون يأتي خمسة من الفوق وخمسة من تحت يعني يكمل نفس العدد عدد ممكن نخدم باللون المغاير يعني ما تغلطوش والخدمة ما زال ما تتسالاتش والمستطيل ما زال ما يكملش في طول دياله يعني وتخدموه غادي يجي الواسط يعني ما غاديش نفس العبار مع الجوانب ديال المستطيلات ولهذا اردو البال لهذه المسألة هنتو هنا عندي ثلاثة دقات دابا عندي هنا يعني في جنب الخدمة وهنا يلتحت كذلك هذه هي الدقة دابا الثالثة اللي غا نخدم هذه التالثة يعني يعني اكمل دابا ثلاثة التحت عندي وثلاثة الفوق هكا غا تكملوهم خمسة الفوق وخمسة التحت هنتو ما دابا فاش هنا هيا غادي نديرها الدقة ارجو عندي هنا هيا اربعة الفوق وثلاثة التحت يعني خاصة ندقة التحت ولهذا اردو البال لهذه المسألة كذلك نقطة مهمة نضغط ونقوم بتحقيق ثم نضغط هنا نضغط 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 هنا تحت لديه أربعة دقيقات نكمل دقاء الخامسة ولكن نريد أن نعود إلى السطر يعني لا نوقفش هنا ونبدأ اللون تفاهمنا؟ نريد أن نكمل هذا السطر الذي لديه دقاء الخامسة في الجهة التحت هنا تحت لديه سنأخذ اللون المغير سنقوم بها وثاني نفس الشيء خمسة دقيقات سيأخذني إلى فوق وخمسة دقيقات إلى تحت لكي نعرف رأسي أنني أفيت يعني العدد الغراز طول المستطير وأنني بإمكاني نبدأ بلون مغير أفضل أفضل نفس الشيء كما أفضلت معكم هذا اللون الذي سبق أفضل وقضية الخيط لكي ندفنها أفضلت لكم لكي نصل بهذا الخدمة يعني نفس اللون الذي سنشركهم في الوسط يعني الخيط الذي لدينا هنا أفضل لكي نعمل من بعد لكي نحتاجه باللون لكي نستمر في الخدمة يعني أن تجد دقاء تداب على فوق وعند يلا دقاء للتحت نتمنى تكون فهمته يعني التقنية والطريقة والشيء يكون واضح وكل شيء مفهم عندكم وما تلقى وش تشيء إشكال أو صعوبة من بعد في هذا الموديل يعني بالذات كنتمنا نكون في التقنية البسيطة ويكونوا الأخوات استفادوا معنا كنتمنا الشرح يكون مفهم كما كتشوفوا وصلنا لنهاية الخدمة دينا والشكل النهائي دينا كتجي شيء شيء منتهى الدقة منتهى الإتقان والجمالية ديالالوان يعني شيء شيء رائع كنتمنا إنا الإعجاب ديالكم وصلنا النهاية الفيديو ما تنسوش إذا أعجبكم الفيديو نحن 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 نتمنى لهم التوفيق والنجاح ونحن نتمنى نكونوا لديهم حسن ضمن لهم ونكون نديروا حوايج ممتعة وجديدة ويكونوا كيستفدوا معنا واستمتعدوا معنا وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله من معلم زوير ما تنسونش من دعواتكم ومتجاعتكم وإلى اللقاء